موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته مشاهدين في كل مكان تحية طيبة وأشواق لفحة نزفها لكم من جزيرة مدر ونرحب بكم مشاهدين معنا في مقدمة هذا العدد وفي بداية هذه الأمسية متمنيا لكم قضى أحلى وأطيب وأسعد الأوقات بصحبتنا عددنا لهذه الأمسية مشاهدين سنخصص محتوى إلى كرة القدم وإلى المنتخب الجزائري وإلى العناصر التي مثلت الجزائر في مختلف المنافسات القرية والعالمية ومثلتها أقول أحسن تمثيل فرقتنا التي شدت الرحال مشاهدين حطت هنا بمدينة أو بجزيرة مدار وبملعبها الرئيسي البداية ستكون مشاهدين مع سخرة المنتخب الجزائري رفيق حليش هذا الاسم سنحاول من خلال فترات هذا العدد أن نسلط عليه الأضواء مشاهدين منذ مجيئه إلى مدينة أو إلى فريق بنفكة بالعاصمة البرتغالية لشبونة إلى وصوله هنا إلى مدار وإلى مشواره كذلك مع هذا الفريق إلى جانب كذلك أشياء كثيرة وكثيرة ومفاجآت بالجملة بدون شك ستشاهدونها ولأول مرة عن هذا اللاعب عن ماضي هذا اللاعب عن يوميات هذا اللاعب كذلك هنا بمدينة مدار فلا تبتعد كثيرا مشاهدين عن شاشة التلفزيون الجزائري أو عن قنوات التلفزيون الجزائري لتكتشفوا الجديد والمثير كذلك عن هذا اللاعب وعن هذا النجب من نجوم المنتخب الجزائري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا مشاهدين النجم المنتخب الجزائري وصخرة الدفاع الجزائري رفيق حليش فرقتنا تنقلت من الجزائر وحطت هنا بمدينة أو بجزيرة مدار لنكتشف معا مشاهدين وخلال أو طيلة فترات هذا العدد نكتشف هذا النجم يوميات هذا النجم هنا بجزيرة مدار إلى أشياء أخرى في مقدمة هذا العدد يا رفيق ماذا بإمكانك أن تقول لنا وتقول لكل مشاهدين قبل أن ناخذ صورة عن جزيرة مدار أو بعض الصور على هذه الجزيرة الجميلة أخي أولا السلام عليكم مرحبا بكم هنا مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الماجئة ديكم مرحبا بكم حضور ديلكم هنا مع كل تقم التقني والمصورين وسمحونا سمحونا خطس أشعر على كي ما قدرناش نجاوبو على الطلبات ديلكم حتى دير نيرمو خطش ما عدناش الوقت على بلكم ونقول فقط يعني ربما أنت استأذنت وطلبت سماح لكن نقول فقط للمشاهدين أنه يعني مع رفيق حليش حوالي ثلاث شهر يعني ونحن نتصل به ونحن نكلم فيه عدة مرات لكن مثل ما قلت يا رفيق يعني العمل تاك هو أولى يعني من مثل هذه اللقاءات لأنه كانت عندك عدة مباريات تصفيات كأس إفريقيا تصفيات كأس العالم إلى جانب يعني التزامات خاصة عائلية يعني وحتى مع الفريق هنا في مديرا كان عندنا البطولة بورتيغال واللاكوب تانيك وكانت عندنا الكمبيتسيون أوروبيان اللي هي ليجو أوروب هذا العام كان شوية أشاق علينا وما كانش عندنا وقت فارغ باش نقدر نستقبلكم من الحمد لله مع نهاية الموسم لأننا قدرنا نستقدر كلكم من الوقت إن شاء الله إذن بداية مشاهدين دعونا نأخذ صورة ولو مصغرة على هذه الجزيرة جزيرة مدير هذه الجزيرة لتبعد يا رفيق بحوالي ألف كيلومتر على العاصمة لشبونة يعني في الطائرة حوالي ساعتين يعني ساعة واربعين دقيقة حوالي ساعتين يعني في الأجواء اللي تكون يعني جو يكون غير ملاءم كذلك جزيرة مدير هي نقطة في المحيط الأطلنطي يعني ربما كل المشاهدين اللي يفتحوا الخريطة راح يشوفوا أنه جزيرة مدير هي يعني كنقطة تعتبر كنقطة في المحيط الأطلنطي جزيرة مدير كذلك ربما نخليوك يعني تقولنا كلمة واثنين عليها قبل ما نشاهدوا هذه الصور يا رفيق أقول لك بالله هتشاهدوا جزيرة جد جميلة شابب زاف قلم وناسها كورامة صح ونذكر فقط أنه عرفت هذه الجزيرة المدة الأخيرة يا رفيق فايضانات كبيرة بالطبع صحيح كانوا فيها يعني خصائر مادية وبشرية كثيرة لكن تبقى مهما نقول ونقول على هذه المدينة تبقى جبيلة جدا هذا الملعب اللي رانا موجودين فيه يعني هو الملعب الرئيسي والمركزي لفريق ديب بورتيفو ناسيونال بالطبع هذا هو الاصطاد الملعب الرئيسي تاع فريق ناسيونال ماديرا وهنا اللي رفق حليش يجري تدريباته وكل مقابلاته الرسمية في البطولة وحتى في المنافسات الأوروبية نعم ما نقولوش كثير المشاهدين يا رفيق نخليوهم هكذا باش نعطيوه النفس ونعطيوه النفونجو يعني ونخليوهم نشوقوهم يعني باش يشوفوه وينتظروا ويقعدوا معنا حتى نهاية هذا العدد باش يعرفوا رفيق يعني من جميع الجوانب بتاعه ولأول مرة أقولها يا رفيق وربما رح تزيد يعني تأكد لي أنه رح نشوفو أشياء كثيرة يعني على حياتك اليومية وعلى الذكرياتك ورح ربما تكلمن على أشياء لي ما تكلمتش يعني عليها للصحافة الجزائرية والغربية وحتى البرتغالية هنا بنسير بنسير نأكد ونعود بالليها بطبع أول أول لقاء أو اللقاء التلفازي أو بورتري التلفازي هيكلية في هذه الجزيرة وحا تشوفو بزاف حوايج وتعرفوا بزاف حوايج على رفق حليش إن شاء الله قبل ما نعرف حوايج عليك يا رفيق خلي المستمعين والمشاهدين تعنا يأخذوا يعني في البداية صور ويأخذوا كذلك فكرة على هذه الجزيرة شكرا للمشاهدة 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 رفيقي يعني تعطينا فكرة